اهلا وسهلا فيكو اصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في موقع جديد تمام موقع جديد قديم طب اخوان اليوم بدنا نحكي عن الصفايات احنا حكينا عنهم قبل هالمرة لكن اليوم بدنا نحكي عن الصفايات بشكل مفصل تمام حكينا سلفنا احنا الصفاح هي عبارة عن قطع الحجارة هاي الموجودة اللي هي بتكون منبسطة على الارض تمام حكينا عنها قبل هالمرة وقلنا انه تسعين بالمية من هاي القطع ماشي تحتيها فراغ يعني تحتها فراغ خويس حكينا وصولتنا في هذا الموضوع تمام طيب الان لاثبات النظرية اخوان رح نتكلم عن الموقع اللي انا فيه هسه تمام رح افحصه رح اشوف شو فيه شغلات رح اشوف شو الوضع تمام والله لا اعلم انا ما فحصته لا اعلم فيه اشي قول ما فيه الله اعلم ماشي لكن انا لفت نظري الصفاح هاي هاي الصفاح لفتت نظري فابدي اشوف شو الوضع معاكم ونشوف ونعلمها كمان الله خليكم اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية تمام طيب اهلا يا اخوان في موقع بكر بكر يعني مش ملعوب فيه الموقع مش ملعوب فيه لكن الله يسامحهم منحطبينه يعني اه خلعين الشجر اخوان عشان نسوي منها حطب وهذا ومش مخلين يعني نسويين مساحة كبيرة ما فيها شجرة تمام هي عادة هيك بتكون بهالشكل هات لكن هون نقصصين الشجر وتعبينهم يعني طيب الان نحن نرجع نتحدث عن الصفيات ونتحدث عن الشغل اللي احنا بنحكي عنها ماشي الان وانا ماشي مثلا الصفاة عادية مثل هاي ويش ايش بنقدر نوقف منها وما نقدر نتعلم منها وايش بنقدر نفهم منها تمام القاعد الاولى القاعد الاولى بتقول انه 90% من الصفيات اللي موجودة تحتها فراغ 90% تحتها فراغ تمام هاي الموجودة في بلادنا باعرفش بلاد الثانية الله اعلم لكن 90% من الصفيات اللي في بلادنا تحتيها فراغ طيب كيف اعتمد القدامة كيف اعتمدوا هاي الصفيات وكيف عرفوا انه تحتيها فراغ تمام على النظر على النظر اخذوا النظرة الاولى اللي هي الصفاء تمام ثانيا اعتمدوا انه وجود فتحات بهالشكل هاي اعتمدوا وجود فتحات بالشكل هاي اوكي الان الفتحات هاي اثبتت لهم قديما نحنا بنحكي اثبتت لهم انه في فراغ تحت الصفاء ماشي الان استفادوا من الفتحة هاي بلشوا يحفروا يحفروا يشيلوا للتراب اللي كان موجود من الزمن هذا القديم ماشي بيشيلوا للتراب وبيشتغلوا على شيل التراب وبيفتحوا المغارة وبعدين بعد ما يوسعوا الفراغ ويسووا البيت تباحهم او المدفن تباحهم او السكن تباحهم او الاخره تمام بيجوا بحطوا العلامات اللي احنا حكيناها تمام فاضينا اشغال ما فيش عندهم ماشي يحفروا وزبطوا بالبيتهم ويسووا الاخره بيجوا بحطوا العلامات اللي احنا بنعرفها وتعلمنا تمام مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال الصفاء هاي الامامنا هون زي ما احنا شايفينها لان فيه علامات مبهمة ماشي فيه علامات مبهمة وفيه علامات ظاهرة للعيان تمام هاي علامات ظاهرة للعيان هسا هاي العلامات مش مش من الثلج ولا عوامل طبيعية ليش مش بالثلج ولا عوامل طبيعية خسب طبيعة المنطقة المنطقة لانا فيها منطقة حامية تمام يعني ما بنزل لها ثلج مطر فيها ماشي حاله كويس بس مش كثير فما صار للعوامل الطبيعة ما عملت الإشارات اللي احنا حكينا عنها في الفيديو السابق تمام الآن حط العلامة هاي حط البصمات اشتغل عليهم إذن في عندي قبرين ماشي في عندي فراغ كبير هذا هو ماشي في عندي قبرين في الداخل طب على إيش اعتمد أنه الصفاة موجودة اعتمد أنه هو حفر تحت الصفا تمام طبع ايش حط بالآخر حط إشارة اللجف اللي حكينا عنها خليكم ما يخلينها طول الكفات تمام هيك أفضل عشان ما يكون فيه إشي يقرص أو لآخرة الآن حط إشارة اللجف اللي موجودة طب إشارة اللجف صحيحة مليون بالمية تمام بعد ما دفن الميت وبعد ما دفعنا القصة هاي كلها شو أجي وضع البصمات اللي أتينا حكينا عنها تمام هون بصنا هون بصنا هون بصنا هون بصنا هون بصنا ويص أجي حط البصمات اللي حكينا عنها إذا ما دخلي هذا هو تمام فحصه هو هذا السريع يعني ما بأخذ وقت كثير طيب طب تفرجنا داخل اللجف لاجف هو جاهز تمام يعني حفر بسيط حسنا بيجي بقول لك ليش يا حراني ما بتحفرها ليش ما بتطلع الكنز قدامنا ليش بديش اطلع الكنز قدامك وبديش احفرها تمام عشان لو أجي حدا قلي مثلا صار ما صار وودوني على بيت خالتي ماشي وين الموقع هاذ بنقول لهم هاي الموقع مش محفور مش ملعو في شي تمام أنا زلمي يوتيوبر أنا مش حفير أنا زلمي يوتيوبر كويس عندي معلومات بقدمها للناس بستفيدوا منها هم محرين بستفيدوش منها برضو هم محرين تمام فأنا يا أخوان لا بحفر كويس لا بحفر ران ممكن أحفر ران لأنه وجه الأرض هاته فأنا لا بحفر ولا بلعب بالأثار ولا بأسوي الأمور هاي تمام أنا زلمي خبير إشارة فقط باغير خبير السياخ حياكو الله فاللي بدو يبعط في التعليقات يقول لي إيه من لنفس ما طبعت الكنز ليش ما حفرتها ليش ما سويت انسوا لي هذا الموضوع كله يا أخوان تمام رجال ان ننسى الموضوحات عشان نقدر نكمل فيها القناة بدون حكي فاضح طيب أعطانا اللجف أعطانا البصمات أعطانا أنه وجود قبرين في المكان شو أعطاني كمان على نفس الصفات كل هذا على نفس الصفات تقرأوا شو فيه تحت الأرض على نفس الصفات أعطاني هاي يا أخوان شايفينه جرون مربع تربية كامل بحكي يا أخوان معا سياله معا سياله نزولا للأسفل تمام نزولا للأسفل شو سوى هون شو عمل هون عمل عندي دخول من هاي الجهة هاي داخلي جوة دخول من هاي الجهة وأعطاني سيال لكن السيال هذا تمويهي ليش أعطاني السيال هذا نزلني تحت تمام نشوف هاي الإشارة كمان هذول نفس القبرين تمام نزلني تحت وين جابني على إشارة لجف ثاني معنا مش بعاد عن بعض يعني هاي وهاي الثنتين بفتعوا على نفس المكان تمام لكن هاي تمويهية بسم الله تمام أعطاني إشارة لجف ثاني ثبت لي إياها بجرنين تمام عشان يتوهني يطلعني من المكان هذات عشان يطلعني من المكان هذ خليني أحفر هون تمام وأتوقع إنه بس تحفر هون مثلا بالمنطقة هاي إذا حفر فيها راح تأخذ معكم باتجاه اليمين ما راح تأخذ باتجاه اليسار تمام يعني راح تروح باتجاه اليمين مش باتجاه اليسار ماشي ليش لما بوديك هون باتجاه اليمين أبعدك عن القبرين طيب بدنا نفحصها مع سوا ونشوف إيش الوضع ونشوف شو نتعلم من فحصها خليكم معنا تمام هنستخدم السيخات طبعا حنا راح نعمل مسابقة يا أخوان على خمس طقومة من الأسياخ هذول ماشي في أي مكان في عنها العالم ما في مشكلة اللي بفوز يعني بأي مكان في عنها العالم من ودي له الأسياخ تمام راح نعمل مسابقة وراح نعلن عنها إن شاء الله على القناة وتشوفوها مع بعض ماشي وتشاركوا فيها كل ياتكم ماشي بس نرتبها إن شاء الله المسابقة راح تستفيدوا منها وفي خمس طقومة أسياخ من هاي راح نوزعهم تمام خليكم هسا هسا شو راح نلقى طبعا هاي شارت الجرة هاي هاي شارت الجرة شايفين ها شارت الجرة صحيحة مليون بالمي طيب راح نفحص على الفراغ يا أخوان هاي شارت اللي جيف وراي فقط على الفراغ أنا ما بعرف فيها معدنة لا بس نتأكل هسا فاصع الفراغ بحط اللجف هذا وراي بروح بالاتجاه بحطه في ظهري يعني بروح بالاتجاه الثاني بشوف شو بعطيني الأسياخ الآن حركة الأسياخ سريعة أعطاني تأكيسه بحط علام هون تمام برجع من هذا العلام باتجاه شارت اللجف يعني بدي أرجع باتجاه شارت اللجف تمام همسك السيخ بروح باتجاه شارت اللجف إذن لجف صحيح سكر معي هون هسا بحط إشارة اللجف هاي اللي بقولوا عنها مش عجبهم من غضان لا أقول إشارة اللجف بس بعرفت لش حطينها الرومان الأغبياء تمام ليش بحطوا هاي إشارة بعرفش لأنهم أغبياء شكلهم لأنه في خبراء أذكياء بقولوا هاي مش إشارة المهم إشارة اللجف يا أخوان حطها على يميني بروح بالاتجاهات بشوف وين نهاية الشغل تبعي إذن النهاية هون منطقي إنه المدفن صغير منطقي إنه يكون فيه قبرين فقط لا غير تمام لأنه المدفن صغير يا أخوان الآن بروح بالاتجاه المعاكس بسكر معي هون تمام في هاي المنطقة إذن كله على بعضه بيجيش أربعة ونصف أربعة ونصف فمنطقي يكون فيه قبرين فقط لا غير طيب نفحصه معدن ونشوف فحص المعدن شو بيسويت طيب أنا بفحص بشيخ واحد يا أخوان لأني قاعد بصور وأنا زلم إلى حالي نلعب وحدك تجي راضي طيب نشوف فيه معدن أو لا هاي الصفا موجودة هون راح نشوف إذا فيها معدن أو لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم نزبط بس العيار تابعه تمام هذا العيار الكويس هايو نقول بسم الله الرحمن الرحيم نبلش فحص أنا لا أعلم هو فيه معدن أو لا ولا حرك ولا قال السيخ ولا قال مرحب يا أخوان تمام هاي الموقع السيخ ولا قال مرحبا ماشي نرجع على الموقع كمان مرة مش بالضرورة يكون فيه معدن أصلا يعني مش بالضرورة أنه يكون الهدف موجود ممكن يكون فيه شغلات ثانية الله أعلم احنا فحصنا فقط على معدن الذهب تمام ممكن يكون فيه شغلات ثانية الله أعلم لكن هون أصدقائي ما فيه فراغ موجود المقبرة موجودة الإشارة صحيحة ما عليها كلام لكن ما فيه معدن السيخ ما أعطانا وجود معدن فبالحالة هاي شو سوي بتركها هاي لوعتنا يا أخو واحد كان قال لك حيتين هاي حي منتجها بتجاه هذا وحي منتجها بتجاهها تمام أنا هاي جاي مع حجورهم شايفينه هاي الحي وهي الجور ماشي حي موجهة على نفس مكان القبر والحي الثاني رايحة على على مكان ثاني هناك هاي المنطقة تمام إذن مدفن فاضي في شينك ما بغلب حالي ولا بحفره ماشي شو بدي فيه أحفره أحفره بس أطلع مقرأنا شو بدي فيها تمام نرجع من عيد فحص المعدن كمان مرة للتأكيد إنه في معدن أو لا الفراغ موجود ما عليه كلام يعني لو انحفر راح يكون فيه فراغ وداخله قبرين لكن قبرين فقيرات تمام ما فيهم معدن راح نرجع في حصها كمان مرة ونأكد على المعدن طبعا أخوان اللي على السيخ القديم اللي شغال على السيخ القديم نفس الطريقة يعني السيخ هذا والسيخ القديم نفس الطريقة اللي فادنا في الموضوع إنه أعطانا الزاوية القائمة اللي موجودة يعني مهم جدا إنه السيخ يكون ممسوك بالزاوية القائمة تمام هذاك السيخ كان فيه انحراف ممكن شد على السيخ وحارفه شوية ممكن أي شيء تمام لكن هذا أعطاني زاوية قائمة ما في مجالة تغييرها مجرد ما تغيرت شوي السيخ راح يروح شمال ويمين وإلى آخرين فبيبين إنه هو فحصه صح ولا لا تمام فحطينا المقبض وحطينا الأمور هاي لكن فحص هات نفس فحص السيخ القديم ما فيه أي اختلاف تمام إن شاء الله هالفيديو هات فادكوا ومش كل إشارة يا أخوان تدل على وجود دفائن افهموا هاي الشغلة ضروري مش كل إشارة مش كل جرن مش كل قصة لازم يكون فيه دفائن وما فيه إشارة تكنيزية أصلا ما فيه إشارة بتدل على تكنيز تمام؟ لأنه إشارات زي ما بتشوفوها هاي الإشارات الصحيحة يا أخوان مش اللي بيبعث لك صورة التمساح ماشي مش من عنده طايلها عن النت أبصر من وين جايبها ترقوا له بحلفتك مئة يمين إنها عنده تمام؟ هاي الإشارات الحقيقية هاي اللي بتلاقوها بأرض الميدان للخفراء اللي ما بطلعوا على الميدان بقعد يشرعوا عالصور تمام؟ نقولهم يطلعوا على أرض الميدان هون بتلاقو الشغل الصح وهون بتلاقو البلاوي الإشارات الممكن تتعلموا منها والإشارات الممكن تستفيدوا منها بنشكر الجميع على المتابعة يا اخوان اللي ما حطش لايك يحط لايك تمام؟ واللي مش مش نشترك في القناة نشترك في القناة في الفعل الجرس واللي ما شارك الفيديو عشان قلنا في مسابقة راح تكون على خمس ضقومة او خمس علب من الاسياخ هاي تمام راح تكون المسابقة ان شاء الله راح نبلش فيها مش في اسبوع الجاي يعني احنا راح نعلن عنها اسبوع الجاي لكن ان شاء الله الاسبوع اللي بعده راح يكون تسليم جوائز خمس فقومة من هاي لاي مكان اللي بيربح بنوديله اياها لعند باب بيته تمام نشكر جميع على المتابعة وان شاء الله في حلقة جديدة وفي يوم جديد وتستفيدوا معنا اكثر واكثر اهلا وسهلا اشتركوا في القناة